ونفصل أكثر حول هذا الموضوع ويسعدنا أن نرحب بسيد فايز عباس بختص بالشأن الإسرائيلي أهلا وسهلا بك سيد فايز مساء الخير مساء الورد بداية كيف تنظر إلى ما ينشره الإعلام الإسرائيلي حول بروز بوادر أزمة سياسية داخل الاتلاف الحكومي يعني هل هي أزمة حقيقية أو محاولة لإدارة الوضع السياسي في ظل الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد عمليا بنيمين نتنياهو أو ليفين وزير القضاء لا يمكن أن يتخذ قرارات بمفرده وبدون موافقة واستشارة بنيمين نتنياهو على الرغم من أن بنيمين نتنياهو يمنع عليه التدخل في مثل هذه القضايا بسبب إبعاده عن القضايا القضائية بسبب ملفات الفساد والتي تدار في المحكمة المركزية في القدس عمليا حتى وإن كان ذلك منهراء الكواليس نتنياهو يجتمع يوميا مع يريف ليفين لإتمام كافة التفاصيل إن كانت صغيرة أو كبيرة لإقرار هذه القوانين لكن الخلاف مع ليفين هو الخلاف لأنه لم يسوق هذه الاقتراحات كما يجب للجمهور في إسرائيل الأمر الذي فرض على نتنياهو أن يتوقف قليلا أو يحاول التوقف قليلا خاصة بعد المظاهرات الكبرى التي لم تشهد مثلها إسرائيل في السنوات الأخيرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نتنياهو الآن وبعد كل التحذيرات من خبراء الاقتصاد أن هذا سيمس بالاقتصاد الإسرائيلي هو أصبح الآن مرعوبا من هذا الأمر من ناحية ومن ناحية أخرى ولا يستطيع التراجع الآن وهدف نتنياهو في نهاية المطاف من ضعاف الجهاز القضائي هو لمصلحته الشخصية وليس للصالح العام كما يحاول من يريد تسويق هذه الخطة أو هذه القوانين في الشارع الإسرائيلي سيد فايز أنت تعتقد أن ما زال بن يمين نتنياهو يأمل تماما أن كل هذه التدخلات في القضاء ستخدم مصلحته الشخصية وفي نهاية المطاف بالنسبة لمحاكمتها الجارية بشأن الفساد نحن نتحدث عن أن الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء هي التي تحقق أو هي التي تحدد مستقبل البلاد صحيح؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم وهذا ما عبر عنه حتى عدد من الوزراء الذين قالوا أن الإصلاح في الجهاز القضائي نابع من التحقيق ومحاكمة بن يمين نتنياهو حتى أن وزير القضاء نفسه تحدث في هذا الموضوع عمليا نتنياهو الآن هو يعاني من أزمة سياسية داخلية يعني غير مسبوقة بالنسبة لناتنياهو لأنه يرى أن حتى من المتظاهرين أعداد كبيرة من الذين ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي لكنهم يرفضون أضعاف الجهاز القضائي عمليا نتنياهو الآن يحاول جاهدا تمرير هذه القوانين وإن كان لربما واستجابة لطلب الرئيس الإسرائيلي هيرتوم لربما تخفيف أو البدء بشكل بطيء أكثر لإقرار هذه القوانين لكن أنا على قناعة أن نتنياهو لن يتراجع ولفين لن يتراجع وأن ما ينشر من أن هناك خلافات بين لفين ونتنياهو أنا على قناعة أن هذا غير صحيح لأن لفين كما قلت لا يتصرف بدون موافقة أو بدون الاتفاق مع نتنياهو على هذه الإجراءات عمليا يعني إذا ما نريد أن نرخص هذا الموضوع نتنياهو الآن هو ضعيف جدا لكن من خلال ضعاف الجهاز القضائي سيكون له مكاسب على المستوى الشخصي وأيضا على مستوى إن كان مع الأحزاب الدينية أيضا على الأحزاب الدينية تريد إضعاف الجهاز القضائي لمصالحها أو ليست الشخصية وإنما لمصالحها الطائفية هي لا تريد أن يقدم في الجيش أبناء أو من يتعلمون في المعاهد الدينية اليهودية من يدرسون الطبرة كما يسمونهم وهذا الأمر بالنسبة لهم أمر غاية في الأهمية خاصة وأن قانون تال الذي طبعا ألغي في المحكمة العليا والذي يعني أعطى الحرية لطلاب المعاهد الدينية والمحكمة أجبرت الحكومة على تجديد عدد معين ومؤقتا لكن بعد أيام سينتهي هذا القانون وستضطر الحكومة للرد على المحكمة العليا ماذا ستفعل بهذا القانون تجنيد أبناء المعاهد الدينية وهنا قادة الأحزاب الدينية الحردين يضغطون على نتنياو بأنهم تلقوا تعليمات من الحاخمات بأنه يجب قرار قانون التغلب على المحكمة العليا لإلغاء أي قرار للمحكمة العليا وما يهمهم الآن هو عدم خدمة طلاب المعاهد الدينية في الجيش هذا طبعا من ناحية ومن ناحية أخرى قانون درعي الذي تم تأجيله أيضا ليتمكن أريد درعي من العودة إلى وزارتي الداخلية والصحة سيد فايز عباس أول منك أن تبقى معنا قليلا وسننتقل مباشرة إلى مراسلاتنا من القدس رماح مفيد وهي أمام مظاهرة تجري الآن في القدس إحدى المظاهرات المناوئة للإتلاف الحكومي ولإصلاحات جهاز القضاء إليك رماح رماح كيف ترصدين لنا ردود الأفعال الشعبية والرسمية حول كل ما يجري اشرح لنا الصورة من حولك نعم رمساء الخير لك ولجميع المشاهدين إذن نحن نتواجد هنا في شارع غزة ببعد مسافة 300 متر عن البيت الرسمي والمقر الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طبعا هذا كان بطلب من بنيامين نتنياهو الذي لم يرد ولم يسمح للمتظاهرين بأن يتظاهروا في قرب منزله حتى لا يسمع أصواتهم وبالتالي أجبر هؤلاء المتظاهرون تشاهدين معي مرام هذه الصورة للمتظاهرين بالعشرات الذين جاءوا وتظاهروا هنا ليعلوا صوتهم بأنهم ضد الانقلاب القضائي الذي يريد بنيامين نتنياهو ويريف لفين وزير القضاء بأن يفرضوه على هذه الدولة وبالتالي صوت هؤلاء هو تنبيه لحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا في محاولة الاستمرار للضغط على هذه الحكومة لجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة وأيضا ليس فقط الجلوس إنما وقف الإصلاحات أو وقف التصويت على بنود الخطة القضائية وبالتالي الجلوس لطاولة المفاوضات دون ضغوط دون استمرار السير في هذه الخطة ولكن كما تعلمين مريم ما يحدث الآن بأن أيضا من اليمين هناك أصوات خرجت أيضا من مناصري الليكود تحديدا الذين أعلنوا بأنهم سوف يتظاهرون يوم السبت القريب أيضا من صوت اليمين يقولون بأن صوت اليمين المسؤول الذي يطالب بنيامين نتنياهو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه المرحلة من الاحتجاجات ووقف ما اعتبره كل قضية الانقلاب العسكري وبالتالي ما يحدث الآن أن بنيامين نتنياهو الذي وضع هذه الخطة حتى يتخلص من قضاياه مريم يواجه الآن رفض من قبل أنصاره من قبل أنصاره في الاتلاف الحكومي أولهم كما تناقلت وسائل الإعلام عديدة وكشف ذلك الصحفي كثر من محسوبون على جانب اليمين بأن بنيامين نتنياهو يريد أن يجلس إلى طاولة المفاوضات ولكن وزير القضاء ياريب لفين الذي نادى منذ عشرين عاما بهذه الخطة لا يريد أن يجلس إلى طاولة المفاوضات هناك أيضا من الصهيونية الدينية ضغوطات عليه والذين يطالبونه الحاخمات بأن يصوت بيوم الاثنين القريب على الخطة تغليب المحكمة العليا وبالتالي على إخضاع المحكمة العليا لأراء السياسيين في حال أن الكناسة تقوم بسن قانون لا يسمح للمحكمة العليا بإلغائه هذا القانون مهم جدا أولا لتمرير أرياد الرعي الذي رفضت المحكمة العليا أن يعين وزير للصحة ووزير المالية وهو مهم أيضا لقضية بن يمين نتنياهو الذي قد يشرع قوانين تلغي إمكانية محاسبته قضائيا أو قانونيا ربما بسجن وربما بغرامات مالية إذن هذه هي صورة الوضع اليمين سوف يخرج يوم السبب في تظاهرات أيضا بمنادى لبن يمين نتنياهو أن يجلس إلى طاولة المفاوضات المنظمون لاحتجاجات ليس فقط هذه الاحتجاجات إنما كل الاحتجاجات منذ سبعة أسابيع هنا في إسرائيل قالوا بأنهم حتى رغم وقف ثلاثة قوانين وهي ليست القوانين رئيسية كما يقول المنظمون التي تم إيقافها ليست بادرة حسنية إنما استغلال ووضع المحتجون والمتظاهرون تحت ضغط بأنهم يرفضوا أي محاولات المشهورة أي محاولات للحديث مع بني يمين نتنياهو أن يظهر هو في صورة المظلوم أو ربما المبادر على الأقل إذن هذه صورة الوضع يوم السبب المتظاهرون مستمرون سوف تضاف تظاهرات اليمين وأيضا كذلك سوف تشهد هذه الساحة تظاهر أكبر وفق المنظمين لإعلاء صوتهم ضد بني يمين نتنياهو تظاهرات مماثلة تشهدها ساحة منزل ياريب لفين وزير القضاء الذي يصر بأن يمرر الخطة القضائية بحد دافيرها رغم أن بني يمين نتنياهو كان قد صرح لرؤساء الدول حول العالم بأن الخطة القضائية لن تمر كما هي مطروحة الآن من البداية كان واضح لبني يمين نتنياهو ما الذي يريده وما الذي لا يريده من الواضح أيضا لبني يمين نتنياهو الذي يعتبر التعلب السياسي والمحنك سياسيا بأن الخطة كما هي موضوع على الطاولة لن تمكنه فقط من الخروج من قضاياها المتهم بها ولكنها أيضا سوف تعيث في هذه الدولة خرابا وسوف تغلب فقط رأي الأغلبية بمجرد كونها أغلبية دون العودة إلى القوانين الأساس في هذه الدولة والقوانين التي تحترم حقوق الإنسان أولا وحقوق الاختلاف ثانيا نعم رماح مفيد كنت معنا من القدس شكرا جزيلا لك وعود إليك ضيفي الكريم فايز عباس سؤالي لك برأيك مبادرة رئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك وسياسيون وأكاديميون واقتصاديون أيضا هي قادرة على نزع فتيل الأزمة بين المعارضة والحكومة أنا لا أعتقد ذلك حتى أن هرتسوك نفسه مقتنع بأنه لن ينجح في هذه المهمة التي أخذها على نفسه بعد ضغوطات عليه ليتدخل لكن نحن نرى أن لفين ورئيس لجنة الدستور روتمان هم لا يعملان في أفراغ وإنما هم يعملان بتوجيهات من نتنياو نتنياو يمنى عليه قانونيا التدخل في هذه القضايا القضايا التي تتعلق بالجهاز القضائي لكن هو يعمل من وراء الكواليس ويلتقي كما قلت مع لفين لكن الرئيس الإسرائيلي يحاول جاهدا حتى أنه حضر من العنف الذي يمكن أن يصل إليه المجتمع الإسرائيلي في هذه القضية لكن أنا شخصيا لا أرى أن أحدا إن كان من المعارضة أو من الاتلاف الحكومي سيتراجع عن مواقفه في هذه القضية لأن ياريف لفين ورئيس لجنة القانون والدستور مصرانة على تنفيذها بحدافيرها وعلى ماذا سيتفاوض لبيد مع حزب الليكود أو مع الاتلاف الحكومي الدرعي لا يمكن أن يتنازل عن الوزارة ويريد العودة ولكن عمليا المحكمة منعته من ذلك لكن هو يحاول وطبعا بقرار من نتنياو أن يسني قانون درعي رقم اثنين وأيضا هناك قضية غاية في الأهمية وهي أن الليكود يريد أيضا أن تكون مسؤولية وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تتبع مباشرة لوزير القضاء وليس للنيابة العامة كما هو الوضع حتى الآن أي تسييس حتى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وهم يريدون إضافة التحقيق مع أفراد الشرطة ومع من يعمل في النيابة العامة وهذا غاية في الخطورة هذا الأمر لأنه حتى الآن لم يكن مثل هذا الأمر في إسرائيل وهنا لإرعاب أو تخويف من يعمل في الجهاز القضائي أو في النيابة العامة أو مكتب المستشارة القانونية للحكومة عمليا أنهم يريدون السيطرة سيطرة كاملة على الجهاز القضائي وكل ما يتعلق بالجهاز القضائي وهذا طبعا مرفوض من قبل المعارضة في إسرائيل ومن قبل من ينظم المظاهرات الأسبوعية وحتى اليومية وهناك المظاهرة يوم الاثنين خلال التصويت على هذه القوانين أمام الكنيسة أي أن الأزمة تزداد نتنياو طبعا كما ذكرت رماح أنه وعد رؤساء الدول بأن هذا المقترح لن يكون كما هو في نهاية الأمر طبعا كلنا نعرف أن نتنياو هو من أكثر الكذبين في إسرائيل ويمكن أن يدخل إلى موسوعة جينيس بالكذب لذلك أنا لا أعتقد أن هناك من سيصدق أخبار نتنياو وأن هذه الخطة ستمر في نهاية الأمر لكن طبعا نتنياو من أجل تمرير هذه الخطة ومن أجل أن يبقى على كرسي رئاسة الحكومة فهو يبتز بشكل يومي من قبل سموتريتس وبينكفير وغفني وغيرهم من الأحزاب اليمينية الفاشية المتطرفة نعم سيد فايز عباس المختص بالشأن الإسرائيلي شكرا جزيلا لك